حيث نفذت عناصر من القوات القوية المصرية والفرنسية التدريب القوي العابر أدكس بنطاق البحرين المتوسط والأحمر أثناء وجود حاملة الطائرات الفرنسية شارلد ديجول بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال وإف ستة المصرية تضمن تدريب قيام الجانب المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الأقلمية المصرية وتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري وتنفيذ تمرين إعادة التزويد بالوقود في الجو وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمصرح عمليات البحر الأحمر يهدف تدريب إلى نقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن الإقلمي بالمنطقة وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة